السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة الجديدة اليوم سوف أشارك معكم هذه السلسلة الجديدة وسوف أرى تفاعلكم معها وإن أحببتموها أكررها وأضع حلقة ثانية وثالثة ورابعة لما لا الأشخاص الذين أعضاء معنا على المجموعة الفيسبوكية يعرفون الكونسبت الجديد فقد أخبرتكم في صباحات هذا اليوم أن ترسلوا لي صور الكوفرات الخاصة بكم لكن ليس الكل فقط الذين يعانون من مشكلة عدم تحقيق مبيعات أو بتعبير آخر الأشخاص الذين نشروا فعليا 15 كتاب ومر عليهم أكثر من شهر ولم يحققوا مبيعات يعني هؤلاء الأشخاص الذين هم متأكدين من ناحية يعني الكيورد جيد والنيتش جيد وكل شيء جيد وبالرغم ذلك لم تأتيهم مبيعات طبعا وضعت لكم رابط الأنستغرام الخاص بي وفعلا توصلت بتصاميمكم الخمسة وهنا أعتذر يعني لم أستطع أن أضيف أكثر من خمسة في هذه الحلقة لكن إذا كان هناك تفاعل جيد في ياته الحلقة فتبعا سوف تكون كما قلنا حلقة ثانية وثالثة ورابعة وكل تصاميم التي أرسلتموها لي سوف تمر في الحلقات القادمة لكن قبل هذا فقط لكي لا يقع اللبس أنا هنا لا أمارس عليكم الأستاذية يعني لكي نتفق منذ البداية كل ما في الأمر أنني سوف أشارك معكم تجاربي التي ركمتها سواء بالتجربة سواء بالبحث والتنقيب هذا كل ما في الأمر لكن طبعا أقترح عليكم مشاهدة هذا الفيديو لمن لم يشاهدوا بعد فقد تكلمت عن خمسة قواعد ذهبية لاحتراف التصميم فيديو مفيد جدا 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 أؤكد لكم ذلك سوف تجدون رابطة في أسفل هذا الفيديو تقومون بالدخول إليه ومشاهدته أولا لأن فيه معلومات قيمة جدا إذن بدون إطالات وبدون مقدمات لنبدأ على بركة الله نبدأ بالكتاب الأول إذن كما تلاحظون هذا هو الديزاين مبدئيا لا أريد أن أقول أنه سيء ولا أريد أن أقول أنه جيد لكن كل ما في الأمر أنا سوف أعطيكم الأخطاء الموجودة على هذا الديزاين ومنها صاحب هذا الديزاين يقوم بالتعديل عليه كي يصبح أفضل ومنها أيضا أنتم الذين تشاهدون هذا الفيديو تقومون بالاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها هذا الشخص أول ملاحظة يمكن ملاحظته هو حجم هذه الصورة يعني صورة فيكتورز يعني حجمها كبير جدا فغالبا مثل هذه الصور التي تكون بهذا الشكل لا يحبذ ولا يستحسن أن تكون كبيرة جيد ثانيا هناك مشكل ثاني وهو التوسيد كما تلاحظون يعني كأن الديزاين أتى في وضعية سفلية أو سفلية يعني إلى الأسفل وليس إلى الأعلى كما تلاحظون هنا الفراغ الموجود ما بين آخر إليمنت إلى آخر إطار قصيرة أو صغيرة مقارنة مع الفراغ الذي يوجد هنا في الأعلى ما بين آخر إليمنت إلى آخر الإطار يعني هو مساحة كبيرة يعني أوتوماتيكيا الكتابة أو العناصر كلها ليست موسطة وهذا خطأ شائع يقع في الكثير من الأشخاص فحذري وانتبه جيدا انتبه جيدا هذه المسألة لأن لأحد يريد أن يشتري كتاب يعني صممه يعني شخص غير مبتدئ أو محترف جيد إذن لماذا سوف أشتري كتاب مثلا هكذا بهذا التصميم الذي صاحبه لا يعرف حتى مبدأ التوسيط توسيط العناصر وأترك مثلا ديزاين آخر أكثر احترافية الخطأ الثالث وهو عدم تناسق الخلفية مع الموضوع إذا لاحظتم الخلفية سوف تراحظون هذه القطوط هكذا وهذه النجوم كأنها لها علاقة بالساينس أو تكنولوجيا أو شيء من هذا القبيل لا علاقة لها مع موضوع يعني أو مع النيتش يعني الخلفية غير متناسقة تماما مع النيتش ننتقل إلى الديزاين الثاني نفس الخطأ الذي ذكرته قبل قليل مبدأ التوسيط غائب هنا فكما تلاحظون يعني يعني الفراغ الذي يوجد ما بين آخر يعني مع العنصر إلى آخر الإطار فراغ هنا شاسع وهنا آخر نقطة هيهاته مع الفراغ يعني يوجد مساحة صغيرة مقارنة مع الفئة العلوية وأيضا يعني هذا الشخص الذي سمم هذا التصميم يعني لم يعطي اهتماما لتناسق العناصر فأنا أعرف يعني أن هذا مثلا هذا عنصر لوحده أند فود أيضا عنصر لوحده بلانر عنصر لوحده لكن صديقنا الذي أرسل لنا هذا الدزاين لم يعرف كيف يقوم بدمج كل هذه العناصر مع بعضها البعض لأنه في الأصل Workout جيدة لكن End Food كان من المفترض أن تكون تماما تحت Workout تماما تحتها ثم في الأخير Planner أيضا كان من المفترض أن تكون تحت End Food تماما وفي الوسط يعني انظروا المساحة من آخر الحرف إلى الإطار يعني هنا مساحة كبيرة لكن هنا من الجهة اليسار آخر مساحة يعني من الحرف إلى الإطار صغيرة مقارنة مع الجهة الأخرى فهذه كلها مشاكل تكون سبب رئيسي في عدم بينا للكتاب فكما قلت سابقا وأؤكد على هذه المسألة من هذا الذي سوف يدفع المال من أجل شراء مثل هذا الديزاين الذي صاحبه لا يعرف حتى مبدأ التوسط وهو مبدأ شائع ومعروف منذ القدم في التصميم منذ أن كان قبل ظهور حتى الحاسب منذ أن كان الأشخاص يرسمون على الحجار وكذا هناك أيضا مشكل آخر وهو الخلفية غير مكتملة الخلفية غير مكتملة ربما سوف أضع لكم حلقات لكيفية اختيار الخلفية وضبطها لأن هنا الخلفية غير مكتملة كان من الأجدر أن يقوم هذا الشخص بقصص الصورة إلى نصفين ثم يضع الصورة كاملة لهذه الأدات التي تستعمل في الأثقال رفع الأثقال ثم في الجهة الأخرى يعني في ظهر الكتاب يستعمل نفس الصورة لكن يعمل لها يعني يقلبها ثم أيضا ملاحظة أخرى مثل بلانر جورنر نوتبوك وكولورينج بوك إلى آخره عادة تكون حجمها يكون صغير لا يكون كبير لماذا؟ لأن الشخص المشتري مبدئيا هو يعرف أن هذا بلانر فبالتالي ليس هناك أي غرض أو أي حكمة من وضعها هكذا كبيرة تقريبا هنا بلانر تنفس وورك أوت مع العلم أن وورك أوت أند فود هذا يعني هذا تعبير بحد ذاته وبرانر تعبير دخيل عنه يعني بلانر هو النوع أما وورك أوت أند فود فهذا يمكن تسميته نيتش أو عنوان يعني النوع أو العنوان شيئاني مختلفان يعني لا يمكن أن نضعهما بنفس الخط ونفس الحجم أو على الأقل نفس الخط لكن الحجم يكون صغير ثم 2022 ربما كان يفضل أن تكون فوق بلانر لأنه تابعة لورك أوت أند فود ننتقل إلى ديزاين آخر إذن هذا الديزاين صراحة ليس فيه مشاكل كثيرة كل ما يمكنني أن أقوله هنا أن دائما مبدأ التوسط مثلا هنا هذه الكتابة كما تلاحظون يعني ربما عدم الاهتمام هو الذي يخلق من ثلاث المشاكل فمثلا الشخص الذي صمم هذا الديزاين كان لو قام بنقل هذا الإليمت ولو مليمتر أو جزء من المليمتر إلى الأسفل لكان أعطى جمالية أكثر لأنه يمكنكم ملاحظتنا أن هذا العنصر يعني تاغع على اللون الأسود يعني كأنه فوقه طبعا هذا خطأ في التصميم يعني يفترض من المفترض بما أن لدي خلفية بيضاء أن يكون العناصر أن تكون قبل تلك الخلفية وليس بعدها إذن هذا كل ما يمكنني قوله بخصوص هذا الديزاين فهو يعني يبدو مثير للانتباه ولا يوجد به مشاكل وخاصة أنه مقدم للأطفال فبالتالي الأطفال يعني تقريبا يهمهم الألوان المثيرة وأرى أن هذا المبدأ قد حقق فعلا في هذا الديزاين فبالتالي يمكننا القول أنه ديزاين جيد ننتقل إلى آخر ديزاين معنا هنا في هذا الديزاين أولا نلاحظ أنه لدينا سكيتشبوك الخلفية يعني مع الألمنتز تبدو جيدة متناسقة متناسقة جدا يعني كأنها أصلية يعني تبدو كأنها أصلية يعني الألمنتز الذي هو هذا القطة ووجه هذا القطة مع الخلفية بهذا الشكل يعني مبهما يعني كأنها يعني مبهما صراحة فضاء أو لا أدري صراحة ربما الفضاء أو الطبيعة أو لا أدري لكن على أي حال جاءت متناسقة مع وشه القطة ربما هنا الملاحظة التي لاحظتها هو أو هي أن الشخص الذي صمم هذا الديزاين نسي أن يذيف الحروف الكبيرة فمن المفترض أن تكون هذه الحروف كبيرة ماي تكون الأم هنا كبيرة أيضا هنا تكون سي كبيرة وستكيتشبوك كما قلت في التصميم السابق يعني جورنال سكيتشبوك نوتبوك إلى آخره يفضل أن لا تكون كبيرة جدا يعني يفضل دائما أن تكون هي الأصغر أصغر عنصر إلا إذا كنتم طبعا سوف تستهدفون يعني نيتش كامل سكيتشبوك وهذا لا أنصح به نهائيا يعني إذا كان العنوان كتابكم سكيتشبوك لوحده في هذه الحالة يمكنكم وضعه هو الكبير المسيطر والمهيمين لكن بما أن النيتش الخاص بكم هو فسكيتشبوك وفقط نوع نوع هذا النيتش فبالتالي كان من الأفضل والأجدر أن تكون صغيرة هي الأصغر في جميع الأناصر الموجودة أما بخصوص التوسط فالأمر الجيد حتى لو لم تكن مثلا هنا كيت في الوسط يعني جاءت في مكان مناسب يعني تريح العين يعني ليس بالضرورة في هذه الحالة أن تكون كيت في الوسط تماما لماذا؟ إنها جاءت في موقعين جيد متناسق إذن الدزاين الأخير الخامس هنا يعني هنا مشكلة كارثية صراحة لماذا؟ لأن صاحب هذا يعني هذا الدزاين أرسل لي كتابه أو رابط كتابه على أمازون فوجدت كارثة وسوف أشرحها لكم لأنها شائعة جدا عندما يكون العنوان عندكم يعني التايتل عندما يكون غير نوتبوك وحده ففي هذه الحالة يجب إضافة العنوان نفسه كما هو تقوم بكتابته على الكوفر وليس النوتبوك وحدها ماذا نقوم بكتابة نوتبوك هكذا كما هي ظاهرة على الشاشة اللي وحدها إلا في حالة واحدة عندما يكون التايتل هو نوتبوك فقط في هذه الحالة نكتب نوتبوك لكن عندما يكون لديكم عنوان ما آخر غير نوتبوك فقوموا بكتابة نفس العنوان الموجود على كتابكم يعني في التايتل نفسه تقومون بكتابته على الكوفر يعني هذه المشكلة الأولى ثم المشكلة الثانية صراحة هذا الشخص بالرغم أنه قام بهذا الخطأ إلا أنه ذكي فهذه قاعدة معروفة جدا عند الفوتوغرافيين فعندما تكون لدينا صورة فوتوغرافية يعني ليست ديزاين مرسوم وليست صورة حقيقية ملتقطة بكاميرا في هذه الحالة فهذا الشخص الذي قام بهذا التصميم هو صائب ففي هذه الحالة دائما قوموا بآمل تضليل يعني باللون الأسود أو باللون الأبيض أو أي لون يناسبكم تضليل يعني مستطيل هكذا باللون الأسود مثلا ثم تقومون بكتابة العنوان الذي تريدنا كتابته فوقه ويفضل أن يكون صغير ويفضل أن يكون في زاوية لا تحجب الرؤية لماذا؟ لأننا هنا نحن نريد أن نستفيد من إيجابيات الصورة الفوتوغرافية جيد؟ فإذن هذا الشخص الذي قام بعمل التصميم هو مصيب في جزئية اختيار المكان ونوعية الخط وحجم الخط إلى آخره لكنه مخطئ من ناحية وضع عنوان أو عدم وضع العنوان الذي وضعه لكتابه على الكوفر قد يسأل هنا البعض لأنني أعرف أن هذا السؤال قد يريد هناك الكثير من الأشخاص يعني يقومون بعمل هكذا النوتبوك في الغلاف وفي كتابهم لديهم عنوان طويل فلماذا أمازون لم تقفل حسابتهم؟ ببساطة لأن أمازون ليس لديها وقت محدد فعندما تقوم أمازون بالمراجعة وتجد هذا الخطأ حتما سوف تغلق حسابك أيضا هناك مسألة أخرى يعني متى أمازون تقوم بمراجعة الكتب أو الحساب بشكل عام إلا عندما يقوم بالرواج يعني عندما تقوم بعمل أو عندما تقوم ببيع مجموعة من الكتب في هذه الحالة أمازون تقوم بمراجعة حسابك وهنا إذا كان لديك مثل هذا الخطأ فهو كارثة فلهذا أقترح على صديقنا الذي أرسلنا صورة غلافه أن يراجع هذه المسألة فهي مسألة مهمة جدا قد أذع لكم الجزء الثاني فقط لمن أرد المشاركة يرسل لي على الإنستغرام صورة غلافه وأنا أقوم بمراجعتها بهذه الطريقة شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي في فيديو آخر إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة